قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ دَعَالَوْا إِلَى كَمِنَةٍ سَوَائِنْ بَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ وَلَا نُشِرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّبِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَعْضًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُ شَهَدُوا بِأَنْ لَا مُسْلِمُونَ يَا أَبْلَ الْكِتَابِ دِمَتُحَاجِونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ الدَّورَاتِ وَالْإِنْجِلِ إِلَّا مِنْ بَعْضِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَأَوْتُوا هَا أَأُولَئِ حَاجَتُمْ كِمَا لَكُمْ بِهِ الْلُّمِ دِمَتُحَاجِونَ الله يعلم وأنت لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصريا ولكن كان حليفا مسلما وما كان من المشكين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وقال الطائفة من أهل الكتاب لو يدلونكم وما يدلون إلا أنفسهم وما يتعون يا أهل الكتاب المتكرون بآيات الله وأنكم تشهدون يا أهل الكتاب المتلبسون الحق بالباطل وتكلمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذين أنزل على الذين آمنوا وجههم ملا بوكه اشتركوا في القناة ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بدينك وان يؤديه اليك ومن من ان تأمنه بدينان الناس يؤديه اليك الا ما دمت عليه طائما ذلك بانه القانو ليس علينا في الامنين سبيل ويقولون على الله الكذب والعلمون ملاما اوفا بعهده والدقى فان الله يحب المتقين ان الذين يشعرون بعهد الله وايمانهم سمنوا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخرة ولا يكلمهم اوه ولا يغيروا اليهم يوم القيامة ولا اذيهم ولهم عذاب الاليم وان منهم لفريق ان ينوان ألسلتهم من الكتاب لتعكبوا من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو بالعلم الله وما هو بالعلم الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان البشر أن يؤتيه الله الكتاب والعكم والنبوة سن يقول للناس كونوا عبادا لي من ذون الله ولكن كونوا والباهمين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم درسون ولا يأمركم ان تتبدوا الملائكة والمبيين اربابا ايأمركم لكفر بعد الانتم مسلمون وإذ أخذ الله ميسا والنبيين لما آتيتكم من جباب وحجمت ثم جاءكم ثم جاءكم رسول مصدق لما بعكم لتؤمنوا النبي ولتغسرن قال أقوأتم وأخذتم على ذلكم إذ ريقون وأقوأنا قال أشهدوا وأنا بعكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يدغون وله أسلم من في السماوات والأرض قرأوا وقرأوا وإليه يوجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسهاق وياكوب والأسلاق وما أوتي موسى وإيشا والنبيين من ربهم لا نخرج بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ ضير الإسلام دينا فذن يقبل منه وهو في الآفة من القاسرين كيف يهد الله قاما كفروا بعد إيمانهم وسيدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدر قوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين حالدين فيها لا يغفف عنهم العذاب ولا هم ورون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم الزادوا كفرا له تقبل تربتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا بعد إيمانهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض غذابا ولو استدابه أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعي اهدنا الشراطا مستقيم شراطا الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنأميدوا حتى تنكتوا مما تحبون وما تنكتوا من جيء فإن الله به عليم كل الضعام كان إلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزلت الله قل فاتوا بالدوات فتوها إن كنتم صادقين فمن اقترى أذى الله الكذب من ذات ذلك فأولئك هم الوالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشكين إن أول بيته يجعل الناس للذين ببكة مباركا وهو ذا للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن كفره كان آمنا وذي الله على الناس للبيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله ظني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله ومن كفر الله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لنتصدمون عن سبيل الله من آمن تبغوا نهاي وجوم أنزل شهداء وما الله بغاكر عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تكروا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يعذوكم بعد إيمانكم كابرين وكيف تكرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم وسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى سراغهم استطيع يا أيها الذين آمنوا اتقوا ورأت تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحذر الله جميعا ولا تكرقوا وانكروا نعمة الله عليكم إن كنتم آداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إقوانا وكنتم على شفا غفرة من النار فأوقعتم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون والتبنق الذي يجعلنا إلى الخير ويأمرون في المعروف وينهونا من المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تخرقوا واختلفوا منها بما جاءهم الغينات وأولئك لهم أذاب العظيم يومك بيوم وجوه وتسود وجوه فأما الذين سود توجوه هم أكفاكم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنت تكرون وأما الذين بيطلب وجوه هم ففي رحمة الله هم فيها يقالدون